رومي تتغزل بالوطن صباح الخير لكم من جديد وإلى الجنوب تحديدا إلى العقبة أحمد أبو حمد هناك اليوم قافلة برنامج يوم جديد من العقبة موجودين نيالهم أكيد الطق الساحر دوعة وتحديد بهالوقت بالعقبة هاي الأيام صباح الخير أحمد صباح الخير سمر لكم صباح الخير لدعاء وصباح الخير لكل فريق برنامج يوم جديد يعني من خلال الصورة اللي عم نشاهدها وعلى الهوى مباشرة أنتو كفريق قافلة يوم جديد عم بتعكسون إياها من خلال الشاشة بربط مباشر أكيد من مدينة العقبة عم بشوف جو رائع جدا مع البحر بتحديد بهالوقت رح يكون الجو رائع بمدينة العقبة أكيد دعاء الأجواء رائعة ساحرة جميلة الجو جميل يعني أجواء دافية البحر هذا المكان جميل إحنا بنطل عليكم هالمنطقة لأول مرة من خلال بث مباشر وحصريا لقافلة برنامج يوم جديد لحتى أن ورجيكم أكثر مدى جمال هذه المدينة العقبوية الجميلة اللي ابتقى جنوب محافظة العاصمة عمان على بعد 330 كيلو متر وهي خامس أكبر مدينة أردنية يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة وهي منطقة اقتصادية خاصة تمتاز بالعديد من المعالم المميزة من جبال وشواطئ وتنوع حيو بالإضافة إنها بتتمتع بعداتها أو تقاليدها وموروثاتها التراثية الخاصة يوجد فيها العديد من المعالم السياحية والأثرية والطبيعية المميزة يعني أنا خلال جولتنا من خلال ثلاث أيام استمتعنا صراحة بأجواء جميلة استمتعنا بهالشط الحلو بهالبحر الجميل أجواء جدا جميلة أو رائعة أو ربيعية طبعا اليوم إن شاء الله مشاهدينا رح يكون إن عدة إطلالات رح نتعرف من خلالها على الموروثة الثقافي لمدينة العقبة من خلال صناعة القوارب الخشبية القديمة وأيضا رح نكون معكم في إطلالة خاصة ورحلة ترفيهية من داخل الباص المكشوف برفقة القطار الداخلي السياحي بتمنى الكل يتابعنا وتابق قافلة برنامج يوم جديد بهالإطلالة الصباحية من محافظة العقبة والآن رح أخليكم مع هذه اللقطات الصباحية الجميلة من هذا المكان والموقع المميز لاختاروا مخرجنا العظيم معاذ الجحاوش وأيضا بعجزة زميننا زياد شنكات وأيضا بحب أوجه تحية لعطاء الشوبكي كمان فن الصوت الراء والستاذ ياسر العسود وتحية لكل مشاهدينا من ثغر الأردن الباسم من عروس البحر الأحمر من محافظة العقبة موسيقى 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 موسيقى